انت عارف حديثك أنا مش في جزء أنا مش مستوعبه وفي إيه يعني عارف في لحظة كده أنا مش مستوعبها احكيلي اللحظات الأخيرة أنا عايز أفهم إيه اللحظات أخيرة دي تحساس يعني انت عارف أنا لو قلت لك أنا اتنطرت إزاي من السرير لما حمود بيكريم وطوله أنا مش مش فهم في إيه رفعة شقيقه شقيقه رفعة ما بينطقش بطول ما بينطقش إزاي وصل الجهاز فلقيت ما فيش فلات أسستو طول خدوا على المستشفى أقرب مستشفى على طول لأن لأن انت عارف في قلت له قالي قلت له أنا جاي وراكو انت عارف حياتك انت عارف لدرجة في أنا يعني في الطرقة بتاعت البيت روحت ثلاث مرات في في حاجة يعني في اللي هو إيه أنا صاحي نايم في حاجة في في لحظة كده قلت أنا مش مستوعب في إيه اللي بيحصل وأعمال أكلمه لغاية هما وصلوا وأنا وصلت وطبعا فيه سؤال تسأللي إيه اللي حصل فرق بين حصل لرفعة في الملعب وفي البيت رفعة نقله الدكتور أحمد عيد مباشرة لما كان فيه زحم عليه دخل بيه عربية الإسعاف مباشرة وبدأ معاه نعاش قلبه على طول هنا احنا في دلي أولا هو كان كويس ما فيش أي مؤشرات بتقول إن الأمور إن الأمور فيها كويسة راجع من مع صحابه طلب من والدته جيبله حاجة فجأة الدينة فسط فعليما والدته كلمت أخوه وطلع وكلمه الإسعاف في الكمباوند اللي ساكن فيه واتنقل دي فترة فترة مش قليلة تقريبا قربة نصف ساعة ساعة لربع حاجة زي كده فدي ما هيش فترة طويلة فهو وسيل المستشفى كان خلص ما كانش فيه ينفع أي محاولات لا هو اتعمل اتعمل ساعة ونصف ساعة ساعتين اللي ربع اشتغلنا عليه بس للأسف صدمات مرة أخرى أخد أربع مرات صدمات أو خمس مرات هل عضعة القلب كانت تتحمل؟ أي أن كان بقى أنت في قدامك توقف ما فيش حاجة اسمها عيادة قلب متحملة لو عايان عندك 15% تشتغل عليه أخا يعني بتلحق أي حاجة أه لكن أمر اللي أنت عارف حياتك وطلعت أنا وهم الشغالين جوا أنا طلعت سألت وليتوا طلعت إيه اللي حصل؟ أحكي لي مفيش أي حاجة مفيش أي قبل حياتك أنت لما بتتعب بيبقى فيه مؤشرات بلو أنا لغت شوية فيه ألم شوية حسيت بحاجة فيه حاجات خبالك خصوصا لو أنت كويس خبالك فيه وقت بص هي مشكلة وإحنا ليه دايما بنقول فخوصات القلب القاتل الأول على مستوى العالم هو أمراض القلب لأنها بتيجي في لحظة بتيجي في لحظة ودايما العلم قال أن أنت في أول سنة من الجلطة ممكن تجيلك جلطة تانية من واحد إلى ثلاثة في المية كثير أربعة في المية يبقى إذن أنت بخبال حياتك أنت ما قدام يعني إيه قدام فيش يعني في الطب فيش حاجة اسمها مية المية فيش حاجة اسمها مية في المية فيش حاجة مضمونة مية في المية ترجمة نانسي قنقر